تمكنت وكالة بيت مال القدس الشريف خلال سنة 2022 من تنفيذ مشروعات في القدس بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي فاصل اثنين وكالة بيت مال القدس الشريف وضحت في بلاغ أصدرته حول تقريرها السنوي 2022 أنه رغم محدودية التمويل فقد تمكنت الوكالة سنة 2022 من تنفيذ مشروعات في القدس بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي فاصل اثنين توزعت على قطاعات المساعدة الاجتماعية للحد من آثار جائحة كوفيد-19 وتدعيات ارتفاع الأسعار جراء الأزمة العالمية وواصلت الوكالة خلال هذه السنة إلى أهمية خاصة لقطاعات الترميم والإعمار والتعليم والصحة ودعم أنشطة الشباب والرياضة والطفولة والمخيمات والاهتمام بمشاريع حماية التراث الثقافي اللامد للمدينة وبرنامج التدوين والنشر وحماية الذاكرة الجماعية للمدينة المقدسة وضف المصدر ذاته أن أزيد من عشرين جمعية في القدس استفادت من برنامج دعم الجمعيات بما في ذلك برنامج التخييم السنوي الذي شمل هذه السنة 3000 مستفيدا ومستفيدة وبرنامج المنح الدراسية لفائدة 126 طالبا وطالبة والحقيبة المدرسية لفائدة 600 تلميذا وتلميذة يتحدرون من أوصات اجتماعاتهم